النافية للجنس لانا فيه للجنس لانا فيه للجنس دي ايه شرحه واسئله الاثنين تمام ثانية واحد ثانية واحد ثانية واحد إلا عملها ازاي يعني هي ليها اسم وليها خبر واسمها بيبقى منصوب او ما يعادل النصر وانا اقول لك يعني منصوب او ما يعادل النصر اما خبرها فدايما دايما دايما مرفوع خد بالك من حاجة جميلة زيكم بالظبط انه لانا فيه للجنس عشان تعمل عمل انها بتكون بشروط تمام ايه هي الشروط بتاعتها عليكم السلام ازايك يا سمين ايه هي الشروط بتاعتنا يا شباب اول شرط من الشروط بتاعتنا هي تمام اول شرط من الشروط بتاعتنا هي انه يكون انه يكون اسمها معرفة لا عفوا اسمها نكرر عليكم السلام تاني شرط انه يكون لا يقصد بينها وبين اسمها فاصل والله يا شرط انا ممتدولش رقمي مع حد من رقمي معلش ما مستخدموش على العين او مستخدموش بوجه عام بتدولي فما عالش عشان خطر ما بقاش اديتو لحد او حد لا فعذرا انا ممتدولش رقمي في الون ماين تمام اسمها نكرر ان لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل اسمها نكرر جارة رقمي 3 تمام رقمي 3 انه لا يسبق حرف جر لا حتى هو مش حوارت عكسي مش مبدأت عكسي انا مش مانو عشان معاكسات انا كده كده حتى لو كان كده انا بعرف ارد عادي بس انا والله عشان انا ما ادوش لحد وحد تاني لا حطي حتي سؤالك هنا على العام وانا هرد علي لا ياسبك حرف جر طيب تعال بقى بينا نشوف يا شغال يعني ايه اللي الميستر قال عليه ده لو انا بقولك مثلا لو انا بقولك مثلا بلا شك اسراء متميزة بلا شك انت متميزة يا حبيب اللي عايز يشترك على الخاص يبعث لي هنا على العام وانا هرد عليه يبعث لي يكتب بوست على الجروب العام وانا هرد عليه انت متميز او انت متميز تمام حلو جدا طيب تعال نشوف لا هل هنا هل هنا في سبع حرف جر لا عفوا اسمه نقرأ اه اسمه نقرأ في بين وبين اسمه فاصل لا ما فيش بس سبع حرف جر يبقى هو فقط شرط يبقى لا هنا مش نافية للجنس لا هنا ليست نافية للجنس ولكنها نافية فقط تمام حلو جدا تعالى بقى طالما هي نافية فقط اولانا فيها للجنس يبقى يبقى هنلغيها هنلغيها خالص وهتقول لي بيشكل بيه حرف جر شك ده تبقى اسم تبقى اسم مجرور طيب لو انا قلت المعليك لو انا قلت المعليك مثلا مثلا لا الولد مهمل ولا غيره تعالى نشوف هل هي تحقق فيها التلات سلوط بتاعنا هي اسمها نكرة لا اسمها مش نكرة معنى كده انها مش نافية للجنس انها نافية بس او نافية للجنس ملغاة العمل طب ايه السبب في إلغاء عملها ان اسمها هنا معرفة وهنا هنشطب لا خالص ونعرف ما بعدها حسب موقعه كلمة الولد جاي في اول الكلام فنقول عليها هنقول عليها مبتدأ وهنا هي مبتدأ مرفوع بالضم طب ومهمل خبر مرفوع بالضم عادي جدا طب يا مستر لو قلتلك لو قلتلك لا في بيتنا مهمل ولا غافل او ولا غيره تعالى بقى نشوف لا في بيتنا مهمل لا في بيتنا مهمل لا هنا سبقى حرف جر لا طب ايه ده هي المفروض اسمها مهمل فصل بينها وبين اسمها فاصل فصل بينها وبين اسمها فاصل يبقى يبقى هي غير عاملة او نافية بس يعني هي نافية للجنس ملغاة العمل يعني اما نافية بس ومش نافية للجنس معنى كده ان انا هلغي غير ال لا خالص وهكرا الجملة بقى من غيرها في بيتنا مهمل في بيتنا مهمل يبقى فيها تقديم وتأخير يبقى مهمل دي مبتدأ مؤخر اما لو لقيتها زي ما انت كنت بتقول حالا اللي هو ان انت لقيتها مكتوبة لا ولد مهمل لو لقيتها لا ولد مهمل يبقى لا دي مالها يبقى لا دي ما عليك لا دي اتحقق فيها الشروط التلاتة ويبقى دي عاملة ويبقى نانا فيها ريجنس اسمها انا حالا لسه هكلمك عن اسمها وقلتلك من شوية طب خبرها هنقول عليه خبر لا النافية للجنس مرفوع صعب دي دا كاترة حلو عشان خاطر اعرف لانا فيها للجنس او اسم لانا فيها للجنس لازم اعرف لازم اعرف تمام لازم اعرف انواع اسم لانا فيها للجنس طب ايه انواع اسم لانا فيها للجنس انواع اسم لانا فيها للجنس انا هعلمها لك بطريقة انت ما تعلمتهاش قبل كده تمام وهعرفك تفرق بينهم ازاي بطريقة جديدة حاول تركز معا فيها عشان بجد انت ممكن تكون ما سمعتهش بطريقة دي قبل كده ممكن الله على واحد بص اللي اسم لانا فيها للجنس ده يكون كلمة يكون يكون كلمتين طيب وانا افرق ازاي مستر ان كان كلمة او كلمتين هعرفك لو كلمة واحدة يبقى ده مفرد لو كلمتين يبقى ده مضاف او شبيه بالمضاف تمام طيب لو مفرد لو مفرد حضرتك هيعرف مبني على ما ينصب به طيب لو مضاف او شبيه بالمضاف ما هم الاتنين كلمتين افرق بينهم ازاي المضاف لا ينون ولا يأتي به نون هيجي يهبس من غير النون يعني يجي معلمي مسلمي فاهمي طيب اما الشبيه بالمضاف ينون او يأتي به نون وفي الحالتين هو بيكون منصوب حم كلام جميل طب تعالى لي هنا بقى وقول لي اقول لك ايه هقول لك انا هو بص يا سيدي لو انا بقول لك هنا لا طالب مهمل انا اعرف منين يا مستر ان كان كلمة او كلمتين انا هقول لك اهو انا جاي لك في الكلام اسأل نفسك هو انت بتنفي ايه عن ايه انا بنفي الاهمال عن الطالب طب الطالب بس اه طالب بس طب الطالب بس ده كم كلمة تمام دي كلمة واحدة وطالما هو كلمة واحدة يبقى ده انا هو مفرد والمفرد ده بنعريبه والمفرد ده بنعريبه اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح طبعا خبرها كده كده خبر لاننا فيها للجنس مرفوع وده اتفاقنا عليه تعالى نشوف غير لو قال لي مثلا لا طالب علم مهمل ولا طالبا للعلم مهمل تعالى نشوف احنا بننفي ايه عن ايه عشان تعرف يا كلمة ولا كلمتين لازم تشوف انت بتنفي ايه عن مين انا بنفي الاهمال عن مين عن طالب العلم ده كلمتين انا بنفي الاهمال عن مين عن طالبا للعلم ده كلمتين طالما كلمتين يا شباب طالما كلمتين يا شباب تمام طالما كلمتين يبقى ده مضاف يا شبيب مضاف الاولى دي ما فيهاش تنوين فيبقى مضاف التانية دي فيها تنوين فيه بقى شبيه بالمضاف وفي الحالتين هو اسم لنافية للجنس مبنى على الفتحة هو اسم لا النافية للجنس مبنى على الفتحة لا يا عفوة منصوب بالفتحة نفس الكلام فاهمين ده يا شباب حد عنده مشكلة فيه لنافية للجنس محل من عرب هي ايه والله رقم واحد الجملة اللي بتبقى خبر خبر المبتدأ العادي طب وخبر المبتدأ العادي ده بيبقى ايه مرفوع طب ولو جه جملة يبقى جملة فيه محل رفع خبر المبتدأ حل يعني انا لو قلتلك مثلا لو انا قلتلك مثلا طلابي يذاكرون فحضرتك هنا طلابي دي مبتدأ وده خلاص شيء مفروغ منه طلابي دي مبتدأ حل حل ايه اللي جاي بعدها يذاكرون ويذاكرون ده جملة فعلية يبقى جملة في محل رفع في محل رفع رقم اتنين جملة خبر لناسخ لناسخ سواء كان الناسخ ده ان واخواتها يعني حرف او سواء كان الناسخ كان واخواتها يعني يعني فعل طب لو كان الناسخ ان واخواتها ايه اللي بيحصل لو كان الناسخ ان واخواتها حضرتك يبقى الخبر ده في محل رفع لان ان واخواتها بترفع المبتدأ وتنسب الخبر وهنسيب بقى هندسة يا موسى وهنسيب بقى مرموحة منورة وهنسيب مثلا الحاجات الجميلة دي ونسمع المستر اما كان فكان ده خبرها بيبقى منصوب يعني لو جاي جملة هيبقى في محل نصب بمعنى ايه يا شباب بمعنى ان انا لو قلت لحضرتك مثلا طلابي او ان عبد الرحمن يلك او يتكلم والله لا كاتبها ان عبد الرحمن يتكلم لانه لكات مغزى عبده او جبتها في جملة تانية وقلت كان عبد الرحمن يلك قصدي يتكلم فيبقى يبقى ايه يا دكاترة يبقى انا عندي هنا يتكلم ده خبر ان يبقى جملة في محل رفع خبر ان يتكلم ده خبر كان يبقى جملة في محل رفع خبر او في محل نصب خبر خبر كان طب يا شباب كلام جميل ايه عندي جملة في تاني في لها محل من العرب رقم تلاتة جملة بمقول الكول ايه جملة بمقول الكول دي جملة بمقول الكول وهي الحاجة اللي بتتقال يعني انا دايما بحط جمل بين كسين بعد نقطتين وبين عالمتين تنصيص ودي الجملة اللي تقالت ودايما دي جملة بتبقى بتبقى مفعول به عشان كده الجملة دي هتبقى في محل في محل نصب ازاي بقى هقولك اصبر علي ماشي بص يا سيدي لو انا قلتلك مثلا قال عبد الرحمن صباح الفل يا موحة ولا يشعرف ايه حاجة زي كده فمثلا عندنا انت اللي وقعت نفسك تحت درسي انشرب بقى قال عبد الرحمن كلام فارغ قال عبد الرحمن ودا كده فعل وفاعل قال ايه قال كلامة الف ونص هنا مثلا كلام فارغ مثلا حط كلام فارغ الجملة اللي تقالت او الجملة اللي تحطت بين علامتين التنصيص دي بتبقى جملة في محل نصب ليه لانها لانها مفعول مفعول به تمام حل رقم رقم اربعة رقم اربعة جملة وقعت مضاف الي عشان تبقى تتكلم تانا وانا بشرح عشان تبقى تتكلم تانا وانا بشرح برسنته ايه؟ جملة وقعت مضاف اليه وايه الجملة اللي اتقع مضاف اليه؟ والله حضرتك ده بيبقى دايما زرف زرف وبيجي بعده جملة فعلية غالبا زي ايه يا مستر؟ هوريك اصبر علي اصبر تشوف طب ايه الظروف اللي بيجي بعدها فعل؟ ايه الظروف اللي بيجي بعدها فعل؟ حيث حين منذ ومنذ كمان واذا واذ تمام؟ زي ايه بقى؟ تفتكر زي ايه عبد الرحمن؟ سمعت سمعت عبد الرحمن حين كان يا لك وحين اذن معانا يبقى حضرتك هنا حين دي زرف وكان يتكلم دي جملة وقعت بعدها فتبقى جملة فعلية في محل نصف مضاف اليه في محل الجرم مضاف اليه ايه تاني يا ابو المستير؟ هقولك انت جايلي في الكلام كده ولا بعضه وانا بص هقولك رقم ستة جملة جواب الشرط بس لو فيها فيه يبقى جملة جواب الشرط بس اللي يكون فيها فيه ثاني واحدة شباب بيبقى جملة في محل جزم جملة جواب شرط ده زي ايه؟ هقولك زي مثلا متى يتكلم متى يتكلم المستر؟ فسيصمت عبد الرحمية فحضرتك هنا حاضر حاضر لو جب بصت لي لو جب بصت لي هتلاقي فسيصمت عبد الرحمان دي هي جملة جواب الشرط ودي جملة تمام؟ ودي جملة في محل جزم في محل جزم جملة جواب شرط لانها اكترنت بالفعل رقم سبعة رقم سبعة عندي جملة ما لها يا شباب جملة وقعت نعت او جملة وقعت حال طب اعرفهم ازاي من بعض يا ابو المستير؟ هقولك جملة وقعت نعت دي بيكون كلمة ناكرة وغالبا بعدها فعل طب ازاي تبقى حال؟ العكس بقت كلمة معرفة وبعدها فعل بس الحال حواراته كتير وده بيتخد في درس الوحد تمام؟ ايه بقى؟ والله حضرتك بيبقى غالبا بنلاقي واو وضمير وكلمة ودي بتيجي في القرآن كتير زي وأنتم تعلمون وأنتم تفقهون وأنتم تدركون وأنتم تعقلون طيب لما أقولك مثلا سمعت ولدا يتكلم أثناء الحصة وجب بدل ولدا خلتها سمعت الولد يتكلم أثناء الحصة واسمه عبد الرحمن يبقى ولد هنا ناكرة وجاي بعدها فعل يبقى الجملة دي في محل اللي قبلها اللي قبلها منصوب يبقى فيه محل نصبه تمام؟ لا 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 لا